وإن شاء الله بإذن الله نحن اليوم على موعد مع النصوص وسمات الشخصية المصرية وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتضرب مع بعض على النصوص المتحررة نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم هنلاقي إن الكاتب في أول الدرس بيتحدث عن الشخصية المصرية بيقولك إذا تحدثنا عن المصريين وطابعهم القومي والحضاري فإننا لا نستطيع في يسر أن نقول عنهم إنهم أمة محافظة على القضية فقط فمثل هذا الحكم لا يجوز أن يطلق على علاته غير من لا يتعمقون في الأمور وهو إلى جانب ذلك حكم لا يشمل إلا جانبا من الحقيقة فإذا كان المصريون قد حافظوا على بعض تراثهم القديم فإنهم لم يقفوا جامدين من نزعات التجديد وإنما حفل تاريخهم الطويل بكثير من عناصر التقدم والتطور والابتقار والاستعارة وشمل ذلك حياتهم المدية والروحية جميعا وحضارتهم المدنية والثقافية سواء بسواء ولن يكون من الإنصاف في حق هذه الأمة العريقة أن نرميها بالجمود وما بها من جمود ولا نقول إنها محافظة إلى حد يقطع بينها وبين أن تساير سنة التطور وتواكب مسيرة التحضر وتحرس على التقدم والاجتهاد والتجديد ملخص الحديث يا أولاد إن الكاتب بتاعنا بيتحدث عن أهم صفة وسمة من سمات الشخصية المصرية والسمة دي في ناس بتتهم الشخصية المصرية بأنها تسير على القديم فقط ولا ينظرون إلى الحديث يعني أي حاجة جديدة مش بيبصوا عليها خرص كل أكل افتخرنا وعظمتنا بالحضارة الفرعونية القديمة بالمجد القديم المجد الفرعوني المجد الحضارة الإسلامية الحضارة القبطية فقط والكاتب بيقولك إن ده جانب خطأ الأمة المصرية والشخصية المصرية تحرس على التقدم والتطور والابتقار والاستعارة وركز في الجملة دي كويس لأن أنا هماقش معاك النهاردة أسئلة مهارات عليا وأسئلة المهارات العليا يعني لازم تكون فاهم الفقرة كويس جدا 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 خلاص الكاتب بيقولك إحنا ما نقدرش نرمي هذه الأمة بالجمود ما نقدرش نتهمهم إن هما توقفوا عند القديم فقط أو نقول إن هما أمة محافظة حد يقطع بينها وبين أن تسير سنة التطور يعني خلاص جامدة متحجرة عند القديم لا تواكب أي مسيرة وده خطأ ده ملخص الفقرة اللي إحنا أريناها بص معايا بقى كده ميز مما يلي مراضي في كلمة نزعات هل هي تقلبات ولا دعوات ولا تغيرات ولا تطورات ركز معايا كده نزعات التجديد الفقرة بتقولك يقف جامع دين من نزعات التجديد هل ينفعوا لتقلبات التجديد ولا تغيرات التجديد ولا تطورات التجديد أكيد أنا نزعات إلى التجديد أي دعيت إليه لجأت إليه فده معناه نزعات معناها دعوات التجديد نبص مع بعض نفس الفقرة اللي فاتت اللي إحنا شرحناها استنتج بما يلي الحقيقة التي أقرها الكاتب خلي بالك بقى هنا في السؤال ده أنا مش أحله معاك أنا عامزك أنت توصله وعن طريق فهمك للقطعة والفقرة أن أنت تقدر تصل معايا للإجابة لأن طالما طلب منك يا حبيبي في السؤال استنتج اجتب معايا كده في الكراس بتاعك طلب منك في السؤال استنتج يبقى أنا في الوقت ده لازم ولابد أقرأ القطعة كلها وافهم إيه اللي عاوزه والإجابة بتاعتي أنا هاستنتجها من القطعة مش أخدها كوبي من القطعة خالص فلو جدنا نبص هنا حبيبي استنتج من مالي الحقيقة التي أقرها الكاتب هل تفوق الحضارات القديمة مقارنة بالواقع؟ هل مفاق يعني ده هو هل دي الإجابة صح؟ ولا اعتدال المصريين بين الحفاظ والتطور؟ ولا مواكبة المصريين مظاهر التطور؟ ولا عظمة التراث المصري القديمة؟ القطعة كلها بتتكلم عن تفوق الحضارة القديمة؟ آه الحضارة المصرية وأنهم وقفوا جمدين عندها بس هل توقفوا عن الوقع؟ يعني هل لم يسيروا مسيرة التقدم؟ طيب يبقى ممكن نستبعد الإجابة دي اعتدال المصريين بين الحفاظ والتطور؟ يعني المصريين كانوا معتدلين يعني ولا هم أم جامدة ولا هي متطورة تطور حديث فقط؟ لا هم يحافظون على القديم والحديث الإجابة دي صح؟ مواكبة المصريين مظاهر التطور؟ الإجابة دي؟ ولا اتقلب لك القطعة كلها أنا أعوز القطعة كلها ولا عظمة التراث المصري القديم العريق هتيجي بص تلاقي نفسك حيروم بين الأربع إجابات ولكن ركز بها كده في القطعة في آخر سطرين كده اللي بيختم بهم القطعة وما بها من جمود ولا نقول إنها محافظة إلى حد يقطع بينها وبين أن تساير سنة التطور وتواكب مسيرة التحضر يعني هي معتادلة هي محافظة على القديم وفي نفس الوقت تساير القضية الجديد فدي الإجابة الأضق اعتدال المصريين بين الحفاظة والتطور لأن يا أمة مش تساير الحديث فقط يعني واحد يقول لي تم الإجابة جيم صح تم وفين القديم هدفه إن إحنا بنحافظ على القديم الجديد يعني الإجابة التالتة والربع بيكملوا بعض يتجمعوا مع بعض في الإجابة التانية وده بقى نظام الأسئلة الحديثة اللي إحنا إيه بنفكر فيها مع بعض وبنستنتج الإجابة من القطع طيب إن أنا إذا تحدثنا نفس الفكرة اللي فاتت وبرضو استنتج خلي بالك بقى هنا أنا جايب لك شغل جديد شغلنا بقى في الوزارة الجميل ده عاوز يحط الطالب بتاعنا إنه يكون أحسن طالب على مستوى العام عن طريق الفهم والتحليل لو جينا نبص هنا استنتج مما يلي علاقة ما تحته وخط بما بعده إنهم أمة محافظة على القديم فقط هل ده رأي وبعده دليل يعني الدليل بعد منه فمثل هذا الحكم لا يجوز أن يطلق على علاته أنا عاوزك تركز كده وتفهم إنهم أمة محافظة على القديم فقط هل الكلام ده رأيي ولا ده زعم ولا ده حكم وبعده استدراك ولا ده إجمال بعده تفصيل طب أنا هقول لك الحاجة أنا هوضح لك الأربعة ويكتب معايا كده مع نفسك كده في الكشكول بتاعك والكراس بتاعك الجميل الدنيا هتمشي معاك الزلي استنتج مما يلي علاقة ما تحته وخط أمة محافظة على القديم فقط رأي وبعده دليل يعني ده رأي الكاتب رأيي الكاتب ده ممكن يبقى صح وبيجي الدليل بعد منه إن دي أمة محافظة على القديم هل هو قال ده رأي ده رأي الكاتب إن أمة محافظة على القديم ومثل هذا الحكم لا يجوز أن يطلق على علاته لا ده بالعكس ده بيغير كلامه يبقى نستبع دي الإجابة رأيي وبعده دليل طيب زعم وبعده تفنيد أنا هشرح لك وقولك الإجابة في الآخر زعم وبعده تفنيد يعني إيه يعني هو بيقول حاجة غلط في زعم غلط مثلا عاوز أقول مثلا إن العلم الحديث يؤدي للفشل ده زعم خطأ وبعد كده رأي احتماسك بقى تفنيد يعني ببين هذا الخطأ أذكر أدلة تخالف هذا الزعم أذكر أدلة تؤكد أن هذا الزعم خطأ طيب ده زعم وبعده وتفنيد طيب حكمه وبعده استدراك يعني حكمه هو أطلق حكمه ولحق نفسه وكمل غير كلامه بس الحكم صح إجمال بعده وتفنيد هتيجي تركز في الأربع إجابات شغل جديد ده مش رأي وبعده دليل ده مش رأي صح ده زعم وبعده وتفنيد يعني زعم هو الناس بتازع أم بصي كده أن نقول عنهم لا نستطيع في يسر أن نقول عنهم إنهم أمة محافظة على القديم خدت بالك من الزعم الخطأ إن الأمة المصرية محافظة على القديم بس ده رأي ده زعم وبعده تفنيد بيفنيد لك إن الرأي ده غلط واللي جاي بعد منه بيقول إن هي أمة بتحفظ على القديم آه وفي نفس الوقت خدت بالك عناصر التقدم والتطور والابتقار والاستعار وتحتها بيقول إيه حكم لا يشمل إلا جانبا من الحقيقة فإذا كان المصرين قد حافظوا على بعض تراصيم القديم فإنهم لم يقفوا جامدين خدت بالك إنه زعم خطأ وإنه زعت التجديد يبدأ زعب وبعده تفنيد طبعا أنت كتبت معي الإجابات وعرفت يعني رأي وبعده دليل وعرفت يعني زعم وبعده تفنيد وعرفت يعني حكم وبعده استدراك وإجمال بعده تفصيل إذا تحدثنا نفس الجملة ميز مما يلي اللون البياني ودلالته فيما تحته خط أن نرميها بالجمود أمة بنرميها بالجمود هل ده تشبيه؟ يوحي بالقصوة؟ ولا ده استعارة توحي بالظن السيء؟ ولا ده كناية توحي بسوء الظن؟ ولا مجاز يوحي بقصوة الواقع؟ يا أستاذ أنت عاوز مننا إيه النهاردة؟ لا أنا عاوز أعلم فكرك شوائع عاوزين نعنوا مع بعض إلى مكانة عليا ومكانة كبرى من العقل فهموا مهارات عليا النهار طيب استعارة ده تشبيه؟ لا ومشبيش عاجب حاجة هنا يا أستاذ طيب هو يوحي بالقصوة؟ آه يوحي بالقصوة طيب استعارة توحي بالظن السيء؟ آه لأنه بيقولك إيه؟ هذه الأمة العريقة أن نرميها بالجمود آه استعارة استعارة صور إيه يا أستاذ؟ صور الجمود ده بشيء ماد ينرميه شير مادي نقصفه به تمام؟ طيب كناية توحي بسوق الظن أو فيه سوق ظن بس ما فيش كناية مجاز يوحي بقصوة الواقع طبعا الإجابة بتاعتنا استعارة توحي بالظن السيء أبهات من كلام الكاتب ما يؤيد ايه؟ كلام الجميل ده يا أستاذ؟ شايف شكل السؤال؟ أنا عاوز أدربك عشان لما تخش على امتحان التابلت الفترة اللي جاية دي إن شاء الله ربنا يوفقك وكلكم عاوز منكم يعني تقولوا الحمد لله أن النصة البس المباشر والتعليم الإلكتروني ولوستاذ أحمد الشاعر ورّانا الأسئلة دي قبل ما نخش نشوفها بولك هات من كلام الكاتب ما يؤيد هذا المعنى الحضارة الحقة تلائم كل جديد هو هل حكم لا يشمل إلا جانبا من الحقيقة؟ كلمة علف القطعة دي كلمة حكم لا يشمل إلا جانبا من الحقيقة بتأكد إن الحضارة الحقة تلائم الجديد؟ ولا لن يكون من الإنصاف أن نرميها بالجمود؟ تركز معي أنا عاوز علاقة ما بين رأس السؤال وما بين الإجابة معلش أنت هتتعب معي النهاردة دلوقتي إحنا بنعمل يا أولاد اكتب معي إحنا بنعمل علاقة قوية ما بين رأس السؤال والإجابة رأس السؤال والإجابة رأس السؤال بيقول حضارة الحقة تلائم كل جديد هل جملة حكم لا يشمل إلا جانبا من الحقيقة هل ده بيأكد الكلام ده لا طبعا لن يكون من الإنصاف أن نرميها بالجمود آه ريبة يا أستاذ وريبة الإجابة بس هل هي صح الحضارة الحقة تلائم كل جديد خلي بالكريد من كل جديد حفل تاريخهم بعناصر التقدم والتطور والابتقار ولا حافظوا على بعض تراصهم الخديمة خدت بالك بقى من الربط ما بين رأس السؤال والأسئلة والإجابات وما بين الفكرة نفسها هتيجي تلاقي الإجابة بتاعتك حفل تاريخهم بعناصر التقدم والتطور والابتقار أربط ده كده هتلاقي أن الحضارة الحقة تلائم كل جديد خدت بالك معي طيب سؤالي بعده تنبأ مما يلي تنبأ يعني إيه تنبأ يعني أنا أي إجابة أجيبها تبقى صح إيه هو هتقول كده لا تنبأ بمستقبل أي بلد إذا أخذت بمبدأ الكاتب في مفهوم الحضارة يعني أنا هتنبأ وفق الفكرة تمركز معي هتنبأ وفق الكلام اللي موجود قدامي مش هجيب كلام من موخي لا طيب في مستقبل أي أمة إذا أخذت من مبدأ الكاتب تب هو إيه مبدأ الكاتب أصلا مبدأ الكاتب اللي إحنا خدناه من شوية وهو إيه هو مبدأ الكاتب إن أنا أقدر ألائم الكل جديد وفي نفس الوقت أحافظ على كل قضيب ففي الوقت ده أقدر إن أنا أتنبأ بقى لو أنا عملت بالمبدأ ده إيه لا يحصل أتفوق في علوم المادة وعلوم الكون أوضى الكلام ده ينفع صح بس هل هو تحدث عن ذلك ما هو كلام الإجابة الأولى دي صح بس كده بمستقبل أي بلد إذا أخذت بمفهوم أخذت بمبدأ الكاتب الكاتب في مفهوم الحضار هل هو تكلم عن علوم المادة وعلوم الكون ولا تكلم عن الاعتدال والموازنة الحضارية لكل العصور إن إحنا هنحفظ على قديمه الجديد خذت بملك بقى بص بص أنا عارف إن أنت بتشمشي مع الإجابة هنا صح بتقول إجابة هنا صح تمام هل هنا الاعتدال والموازنة الحضارية لكل العصور آه هم كانوا بيلأموا على القديم بيحافظوا على القديم وفي نفس الوقت الحديث آه طب التقدم في الحضارة المدنية والثقافية تنفع بس الكاتب ما تكلمش عنها الرغبة في كل جديد وترك القديم لا ده طبعا ما تنفعش دي خالص فالإجابة بتاعتنا يا أولاد الاعتدال والموازنة الحضارية لكل العصور خذت بلك بقى إن هنا التنبؤ مش إجابة أي إجابة تنفع لا التنبؤ وفق ما قاله الكاتب تعلمت معي معنى كلمة التنبؤ إن أنا مش بقوله خلاص وفق ما قاله الكاتب طيب ولو أن مصر كانت جامدة في تاريخها الحافل الطويل سبقتها الأيام وانضطرت يعني لو مصر كانت بتحفظ على الأديم بس ما كانش بقى في حضارة مصرية أصلا ودالت أمتها كما دال غيرها من الأمم كان زمن الحضارة المصرية القديمة انتهت ولئن كانت مصر قد عاشت كل هذه القرون الكثيرة فما ذاك إلا لأنها لم تتقاعص عن أن تأخذ بأسباب التجديد يعني الحضارة المصرية القديمة كانت بتأخذ بالجديد والحضارة المصرية الحديثة بتأخذ بالجديد وقد يكون من الخير لأبناء مصر وهم يترسمون خطاهم ويرسمون خططهم ويرسمون خططهم للمستقبل أن يعودوا إلى تاريخهم فيدرسوا فيه شخصية أمتهم المميزة وعند إذن يعلمون أنهم محافظون يجيدون المحافظة خذت بالك بنحافظ على القديم ومجددون يحسنون التجديد بنحافظ على الجديد بل عند إذن يعلمون أن لشخصياتهم القومية مقاومات أساسية نشأت في مصر وتغذت بلبان بيئتها فلا سبيل إلى أن ننفضها في عنف لأن ذلك يغير طبيعة الأشياء وختاما فإن شعب مصر قد عرف كيف يساير الزمن على مدى تاريخ وكيف يجدد حياتهم ويغذي حضارتها بما يبتكر أو بما يقتبس من حضارات الآخرين في الشرق والخرب ميز مما يلي مراضي في كلمة الحافل أكيد طبعا إجابتنا الكبير التاريخ الحافل كبير ولا الكسير التاريخ الكبير أكيد التاريخ المملو طيب عندي هنا اقترح مما يلي حلا وده سؤال جديد يا ولد اقترح تم واحد يقول لي يا أستاذ أنا أيك تروح اقترحه ما هيبقى صح يا أستاذ اوعى اوعى الطوع هواك اوعى تسمع الكلام اللي انت بتقوله لنفسك اقترح حلا لنهضة أمتنا العربية خلي بالله بجأة كي بس في ضوء فهمك الدرس يبقى أنا هقترح من خلال اللي أنا فهمته من الدرس آه لما أنا سلمك طريقه وقولك يمشي في الطريق جيب آخره بس مش هينفع تمشي في أي طريق لا لازم انتمشي في نفس الطريق يبقى دا دلوقتي هقترح حلا لنهضة أمتنا العربية في ضوء فهمك الدرس قال اللي من بعلوم الحصر العصر حديث أو دي تنفع لو أنا هقول أي كلام بعيد عن الدرس هتنفع بناء مدارس متخصصة في علوم الحياة آه طبعا ما ده هيبقى فيها نهضة هتنفع معاي الاستفادة من التراث وعلوم العصر فما هتنفع برضه التركيز على عنصر البشر وتطويره ما هو الأربع ينفعه تبتعال بقى يا حبيبي هو الاستاذ بتاعنا اللي مقلف الدرس بتاعنا اتكلم عن ايه اتكلم عن علوم العصر حديث ولا بناء المدارس ولا التراث والعصر ولا التركيز على عنصر البشرين شاطرين ايجابتكو صح يبقى أنا اقترحت وفق ما قاله الكاتب مش اقترحت وخلاص لا ركز بقى كويس سؤال اللي بعده خلي بالك من دي بقى استنتج مما لعلاقة ما تحته وخط بما قبله فما ذاك الا لانها لم تتقاعص عن ان تأخذ باسباب التجديد اللي بالك بقى هنا استنتج مما لعلاقة ما تحته وخط بما قبله باللي قبله ولان كانت مصر قد عاشت كل هذه القرون الكثيرة يعني بقولك هي مصر عاشت قرون كتير اوي 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 تب ليه عاشت فما ذاك الا لانها لم تتقاعص واحد فيكو هيقول لي يا استاذ اه تعليل يا استاذ ده تعليل ما قبله طب اختر تعليل كده اي تعليل تفني التعليل يلا دور معي اعد تعليل بقى يا الله انا وانت هل التعليل توضيح ولا هل التعليل سبب بعد مسبب له ولا دا تفصيل ولا دا استدراك انا قلت لك خلاص احنا اتفقنا مع بعض ايه تعليل يلا اكتب اإجابتك كده وفرقني يبقى الايجابة بتاعيتنا ايه يا أولاد تعليل طب يعني ايه تعليل يعني سبب يعني بيبين سبب اللي قبله طب فين اللي قبله لإن كانت مصر قد عاشت يبقى ده المسبب اللي تسبب في حدوث هذا الأمر تمام بعد كده بعد كده هللاقي سؤال جميل أول استنتج مما يلي الهدف الذي سعى له الكاتب ايه الهدف الذي سعى له الكاتب هل الانتماء للوطن الحبيب مصر آه بس هل هو ده الهدف ولا بيان أسباب التقدم والنهضة ولا أهمية مسايرة كل جديد ولا بيان عظمة التاريخ القديم يا أستاذ انت حيارتنا الأربع إجابات ينفعهم ما هو ده الصح أنا عاوزك تتعلم معنا على كده طب هو الهدف بتاعه اللي هو ميشي ورائي كان عاوز إيه عاوز يبين أسباب التقدم والنهضة إن أنا أحافظه على القديم بس لأنا أحافظه على الجديد كمان مع القديم ما ينفعش أمشي على القديم بس فيمتني طب هو كان هدفه الأساسي الانتماء للوطن الحبيب مصر آه هو كلنا هدفنا كده لكن الكاتب ما كانش بيسعى لذلك الكاتب عاوز يقولك أسباب التقدم والنهضة إيه رأس السؤال إيه حبيبي استنتج معنى أن رأس السؤال استنتج يعني لازم ولابد أكون متأكد إن الإجابة تابعة الدرس وأنا اللي هستنتج مفيش كوبي بيست من القطع خالص خلاص طيب هنبدأ مع بعض بقى في النصوص المتحررة أو المتحررة الاثنين سيان يعني تعالوا نبص مع بعض كده الكاتب لأقرأ أن ينشأ ولدي غنيا مصطفى نطفي المنطلوط ولا أحب أن أعرض لمخاطر الفقر وآفاته ولكني أخاف عليه الغنى أكثر مما أخاف عليه من الفقر أخاف عليه أن يعتد بالمال اعتدادا كثيرا ويقدره فوق قدره ويعتبره الكمال الإنساني كله فلا يهتم بإصلاح أخلاقه وتهدي بنفسه أخاف عليه أن يحتقر العلوم والآدب ويزدري المواب والعقول والفضاء والمزايا فيصبح عار على أم عرن عار أمته ووصمتها الخالدة فيصبح عار أمته ووصمتها الخالدة التي لا تزول ومن أشرب قلبه حب المال ونزل من نفسه إلى قرارتها لا يحترم غيره ولا يقيم إلا لأربابه لأربابه وزنا ويخيل إليه أن من عداهم من الناس لا قيمة لهم في الحياة الناس يعتقدون اعتقادا خطأا أن المال معيار السعادة وميزانها الذي توزن به ولذلك يتصارعون ويعيشون في شقاء خالد والعلاج الوحيد لهذه الحال المخيفة المزعجة أن يفهم الناس ألا صلة بين المال والسعادة وأن الإفراط في الطلب شقاء قد تقصير فيه وأن سعادة العيش وهناء أتل وراحة النفس وسكونها لا تأتي إلا من طريق واحد وهو الاعتدال خدتما لك أننا فهمت برضو هنا برضو كلمتك في نفس الموضوع بس عن طريق فلسفة فلسفة الأب مع ابنه زي اللي خدنا من شوية ما بين مسايرة القديم والحديث يزدري المواهب يحتقر المواهب ولا يكره المواهب ولا يرفض المواهب ولا يواجه المواهب أكيد دي الإجابة بتاعتني عشان وقتنا يحتقر يزدري فلاني يعني يحتقر طعا سؤال بعده احنا فينا طبعا بيكلم عن إيه ميز مما يلي سبب خوف الكاتب سبب خوف الكاتب هو إيه وكان خايف على ابنه من إيه من الغنى والنعيم لولدين ولا ضياع الخلق وإهمال النفس قال بالك ميز سبب خوفه ولا ضعف العلوم والأداب عند ولده ولا ضياع مكانته المادية بين الناس يا أستاذ الأربع موجودين في القطعة وانت حيارتنا أستاذ أبو واحدة وحدة كده تعال معي لا أقرأ أن ينشأ ولدي غني انزلت تحت كده شوية ولكني أخاف علي لحد ما أقولك أخاف علي أن يعتد بالمال اعتدادا كثير ويقدره فوق قدره ويعتبره الكمال الإيه الإنساني كله فلا يهتم بإيه بإصلاح الأخلاق وتهزيب النفس يبقى هو خايف على ابنه من الفلوس ولا هو خايف أن الفلوس تفسده ما فيه ناس معاه فلوسه ما فسدتش لا فيه ناس هنا معاه فلوسه ما فسدتش يبقى الكاتب بيركز على إيه يا أولاد خايف من ضياع الخلق وأهمال النفس أو تهزيب نفسه سؤال بقى يس بقى إيجابته بيقوم في القطع بس عاوزة يعني شوية سن التفكير سؤالي بعده هات من كلام الكاتب ما يصلح تعبيرا عن المعنى الحقيقي للحياة هالي بقى لك بقى وبيسألني هنا المعنى الحقيقي للحياة يعني لازم أن أكون فاهم الفكرة كلها ومعنى سؤال ركز معي كويس هات من كلام الكاتب معنى الكلام إيه أني لازم أن يكون الإجابة من كلام الكاتب طيب المال معيار السعادة وميزانها هل المال هو معيار السعادة هل المال ميزان السعادة لا طب سعادة العيش وهناءت وراحة النفس تأتي بالاعتدال أوه هو أتكلم عن النقطة دي أن الإفراد في الطلب شقاء قد تقصير فيه ولا من أشرب قلبه قلبه حب المال لا يحترم غيره اللي أشرب قلبه حب المال لا يحترم غيره هنركز هنا إيه بقى المعنى الحقيقي للحياة وإيه الحاجة اللي بتأكد على المعنى الحقيقي للحياة ركز بقى في جابتنا سعادة العيش شاطرين شفت ناس كتير كاتبين سعادة العيش وهناءت وراحة النفس تأتي بالاعتدال وده السؤال بتاعنا الإجابة بتاعتنا الجميلة ده المعنى الحقيقي للحياة طب التلاتة التانين قال كاتب قالهم بس مش معبرين عن المعنى الحقيقي للحياة طيب سؤال بعده استنتج مما يلي علاقة ما تحته وخط بما بعدها وطبعا أي حاجة انتوا عاوزينها إن شاء الله بإذن الله خلص معكم المحاضرة الجميلة دي وأبص على الشات بتاعكم كامل واشوف كل واحد فيكم عاوز إيه وإن شاء الله رد على كل أسئلتكم وأي حد له تعليق على الشرح بالإيجاب أو بسلبي يكتب أنا يعني إيه عاوز أراكوا كلها وكلكوا إن شاء الله وأبص على الشات بعد ما خلص إن شاء الله استنتج مما يلي علاقة ما تحته وخط بما بعده لا أقرأ أن ينشأ ولدي غنيا ولا أحب أن أعرضه لمخاطر الفقر وقافاتي ولكني أخاف عليه الغنى أكثر مما أخاف عليه من الفقر خلي بالك بقى وأعاوز علاقة لا أقرأ دي بما بعدها أركز بعشاني أجبت لك علاقة تانية أنت اتكلم معنا في الدرس الأولاني تعسيمات الشخص المصرية هل دا حكمه وبعدها استدراك؟ يعني إيه حكمه وبعدها استدراك؟ يعني إيه؟ يعني هو أطلق حكم قال رأي رأي قاطعة وبعد كده لحق نفسه بأدوات الاستدراك طيب أنا مش عاوز أحرق لك الإجابة هقول لك يعني أدوات الاستدراك رأيه وبعده دليل هل دا رأيه؟ ولكني أخاف دا الدليل؟ لا طبعه هل دا إجمال؟ واللي بعد منه تفصيل؟ دا أقرأ ورح مفصل؟ يعني أعراض مخاطر الفقرة أفاته ورح مفصل؟ ولا دا زعم خطأ؟ وبعد كده بيان هذا الخطأ بيفند هذا الخطأ ويقول أن هذه الجمل خطأ وهذا الحكم خطأ طب إجابتنا إيه؟ أكيد حكم وبعدها استدراك تفهمني يعني يا أستاذ اكتب معاي أدوات الاستدراك لكن وبل وعلى الرغم من هي أدوات ممكن تساعدني في الاستدراك يعني إيه الاستدراك؟ يعني أنت بتقول كلام أطلقت حكم قلت رأي وبعد ما قلت الرأي بسرعة رجعت في كلامك عشان تغير منه حاجة فده اسمه حكم وبعدها استدراك تمامي حبايبي؟ وأطلق الحكم وقال أنا ما بحاجة مش عاوز إيه ابني غني أنا مش عاوز أعراضه لما خاطر الفقر خلاص وكده أطلق الحكم استدراك كلامه وقال إيه؟ ولكني أخاف عليه الغنى أنا آه أنا عاوزه غني بس أنا خايف عليه من الغنى لحق نفسه قال لك أن الغنى ده مضر سؤال بعده أطلق مما يلي حلا لمخاوف الكاتب خلي بالك باللي جاي إيه؟ في ضوء فهمك الفقرة الثانية اللي من أول أخافه علي أن يحتقر العلوم والأدب إينا عاوزين أننا أكترح حل للفقرة دي وبقولك أنا خايف عليه أنه يحتقر العلم والأدب ويحب الفلوس بس يكره العقل والمواهب يبقى عار على أمته يبقى كل قلبه حب المال كل قلبه حب المال خلاص لا يحترم غير ولا يقيم إلا لأصحابه بس الوزن ويخيل في خياله أن أي حد خلافهم يبقى خطأ يبقى هنقول لي ساعتها اكترح حلا للمخاوف دي تقديم مفهيم السعادة الحقيقة أصر على النفس ولا غرس المدرسة في قيم التسامح ولا شرح نتائج تعلم العلوم والأداب وأصرها الفعال على مستقبل إجنيه ولا تقديم شرح مبسط للمية الاعتدال بين المال والعلم والأدب أكيد الإجابة بتاعتنا إيه؟ شرح نتائج تعلمه هو يحتقر العلوم والأداب هيكره المواهب فلما يكره العلوم والأداب والمواهب أنا أحل الموضوع ده إزاي؟ هشرح له أن العلم والأدب لهم أثر فعال على مستقبلك أحسن مئة ألف مرة من الفلوس ففهمت هنا بقى؟ واحد يقول لي تم التلاتة التانيين صح غرس المدرسة قيم التسامح بس الكاتب ما تكلمش عنها في الفكرة التانية تقديم مفهيم السعادة الحقيقية وأصرها على النفس بس الكاتب ما تكلمش عنها في الفكرة التانية هل تكتب عن السعادة؟ معلش إعلب فكرك معاه شوي أنا عاوزك تقول رأيك النهاردة في الأسئلة وطريقها الجميلة دي وشغلها العالي ده عشان لما تخش الامتحان تدعينا تدعينا في التعليم الإلكتروني وتدعينا في الوزور خلاص؟ هل هو في الفكرة التانية هنا أتكلم عن مفاهيم السعادة؟ هل هو في الفكرة التانية أتكلم على الاعتدال بين المال والعلم والأدب لأ ده أتكلم عنه في الفكرة التالتة؟ شفت بقى أننا لازم نكون دقيق إزاي في الإجابة بتاعتي؟ طيب تستوى اللي بعده؟ كيز من ما يالي المحسن البديعي فيما تحته خط خدت بالك هنا بص كلمة كله وقبلها قدره ويعتبره الكمال الإنساني كله ويقدره فوق قدره خدت بالك من الهيه والهيه طيب هل ده جناس؟ لأ ما فيش جناس يا أستاذ ده ما فيش هلا الهيه بس طيب ده تصريع؟ يا أستاذ لو سمحت التصريع ده بيكون في الشعر بس وبيكون في أول بيت بس طيب ده تباقي يا أستاذ على كلمتين عكس بعض؟ قدره أصلا ده مش محسن بديعي موسيقي فأصلا ما فيش هوه مش عكس بعض أصلا ده سجع يا حب ليبي سجع اكتب معاك ده السجع لو نسيت اتفاق الفواصل فيه الحرف الأخير سؤال بعده مائز مما قال اللون البياني فيما تحته خط والعلاج الوحيد لهذه الحال المخيفة المزعجة أن يفهم النفس العلاج الوحيد لهذه الحال هل ده تشبيه بليغ؟ خلي بالك بقى عشان أنا أجيب لك برضو تشبيه جميل كده ولا استعارة جميلة؟ مش عاوز أقول لك الإجابة هل ده تشبيه بليغ؟ ولا ده تشبيه مجمل؟ ولا ده استعارة تصرحية؟ ولا إيه بالضبط؟ استعارة مكنية؟ ركز كده معايا وقول لي الإجابة بتاعتنا إيه؟ خلي بالك بص العلاج الوحيد لهذه الحال ده مشابة هنا هو فيه تشبيه هو أن يفهم الناس يبقى فاهم الناس للموضوع ده تكتب فوقه مشابة معلش أنا لقبتي بك شوية هنا عاوز أكتب أفاهم أن يفهم الناس ده المشابة يبقى فاهم الناس صورته بالعلاج الوحيد ولا فيه أداة شبه يا أستاذ ولا فيه وجه شبه عندي يا أستاذ يبقى ده اسمه تشبيه بليه يا حبيبي خلاص؟ واحد يقول لي ده مستعارة طب ما هو استلف إيه؟ ده المشبه والمشبه بيه موجودين بس تشبيه مقلوب جاب المشبه في الأول للعلاج وجاب لك المشبه جاب لك المشبه في بيه في الأول في العلاج وجاب المشبه في الآخر ده بتاعنا رأتب كده؟ أن يفهم الناس اللاصلة بين المال والسعادة العلاج الوحيد شوف تبقى حبيبي أن أنا عاوزك تبقى فاهم؟ تمام؟ سؤال لي بعد تجمي مالي دور المدرسة في تنشئة الأجيال في ضوء فهمك الفقر الأخير الناس يعتقدون اعتقادا خطأ أن المعيار السعادة هنا بقى بيتكلم بقى عن موازنة بقى بيتكلم عن العلاقة بين الأديم والجديد آه بقى بيتكلم هنا عن المال والسعادة بقى وإن سعدت الإنسان وراحت نفسه مش في الفلوس ولكن في الاعتدال يبقى دور المدرسة إيه؟ تقديم العلم بأسلوب مبسط هو ما تكلمش عن العلم أصلا هو بيتكلم عن السعادة أنا عاوزك تطلع معي النهاردة إزاي أنت تعرف تحل تخصيص حصص لغرص القناعة ولا شرح مفاهيم السعادة الحقيقية ولا تقديم شرح مبسط لآمية الاعتدال النفسي يا أستاذنا حيران خلي بالك أن أبصب وإيه؟ وأن سعادة العيش وهناءت وراحت النفس وسكونها لا تأتي إلا من طريق واحد وهو الاعتدال يعني شرح مفاهيم السعادة الحقيقية السعادة الحقيقية في الاعتدال طب خلي بالك ما أنت الاعتدال تحته يا أستاذ السؤال الأخير تقديم شرح مبسط لآمية الاعتدال هل قال لك الاعتدال إيه؟ الاعتدال نفسي يا انتزان نفسي يا أستاذ يعني اتزان نفسي يعني ملوش أي علاقة خالص بالاتزان بين المال والسعادة وكده حبيبي قدرنا نصل إلى نهاية المحاضرة بتاعتنا الجميلة وكان معكم أستاذ أحمد أبرهيم الشاعر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته